مرحبا موليد برش الحمل معكم كارمي شماس كيف بدي يكون الأسبوع من الثانين 12 نيسان أبريل للاحد 11 نيسان أبريل بهذا الأسبوع في عنا أمر جديد بيلتق الأمر وشمس تنينيتهم ببرشكن يوم الثانين بتمام الساعة 2.30 صواحا فجرا التوقيت العالمي يعني 5.30 صواحا توقيت بيروت الصيفي هالأمر الجديد ببرشكن مرة واحدة بيصير بالسنة وهيدا حدث كتير مهم بالنسبة لألكم لأنه بما ثابت انتقال فيكون كتير كبير فيكون جذري فيكون صغير لكن هو إشارة كتير كبيرة يعني كل شهر أمري في عنا الأمر ببرشكن 13 مرة 13 مرة هيدا الدورة القمارية 13 شهر أمري لكن مرة واحدة بالسنة الأمر والشمس تنينيتهم بيكونوا الأمر الجديد بيكون ببرشكن تنينيتهم أمر جديد ببرشكن وبالتالي هي وكأنه كتاب خلص مرحلة خلصت وعم تبلشوا كتاب تاني وكأنه السنة طويتوا وعم تبلشوا سنة جديدة علامة كتير مهمة لألكم إشارة كتير مهمة ضوء أخضر كتير كبير كتير كبير مش إنه ضوء صغير أخضر لأ إشارة كتير كبيرة أخضر أنتوا بتقرروا شو حابين تعملوا هيدا يوم التانين يوم التانين 12 نيسان أبريل من أهم الأيام بسنة 2021 بالنسبة للمواليد ببرش الحمل أنتوا مضويين الأمر مضوء عنكن هو منه مضوي هو لأنه أمر جديد أمر جديد مثل ما بتقول الغنية أو المثل بيقول فيه بليلي ما فيه ضوء أمر هو هاي لأنه الأمر والشمس اتنينيتهم يكونوا حق بعضهم بيكون الأمر بعده منه بدر بعكس بيكون أنجأ عم بيخلق فيوم التانين هو يوم بيضوي على حياتكن على مسيرتكن وبيساعدكن لحتى تقرروا على أشياء كتير 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 مهمة وبيشجعكن لحتى تاخدوا قرارات كتير كبيرة لكن شرط أنه تكون قرارات نافعة لإلكن وبنائها يلي ناطر حدث أو شيء يصير معه على الأرشح إذا ما صار للثبت ولا الأحد 10 أو 11 نيسان أبريل عنده يوم التانين أيضا التالتة والأربعة الأمر بيبرش الثور هون صار في عنكن عم تمشوا عم تتقدموا وعم تاخدوا خطوة إلى الأمام خطوة إلى الأمام لأنه عم بقلكن أنه السبت الأحد والتانين الأمر بيبرشكن التانين هو الأمر الجديد أخدتوا العنوان العريض وعرفتوا تقريبا لأنه صارت واضحة عنكن أكرا بتشوفوا أنه صار بتكون واضحة عنكن عم تنطلقوا التالتة والأربعة بأول خطوة بهالمجلد الجديد بأول عنوان أو بأول باراغراف أول فقرة بالنسبة لقلكن الاحتمال بأنه تحت تأثير الأمر بيبرش الثور مواليد أقوى مواليد أكثر مواليد عندهم سرعة بديهة وخاطر هي مواليد برش الحمل لأنه الأمر بيبرش الجوزة ماشي عقلكن عم بيبروم مية جسمكن بيستوعب الأمور مية ماشي ركدين ركد لدرجة أنه يمكن ما تحسوا بالتعب لكن عشية توقعوا توقعوا غافين قد ما بكونوا استهلكتوا طاقتكن فمواليد برش الحمل خميس الجمعة والسبت من أفضل أيام للعمل العمل اللي بده تعب اللي بده مجهود لأنه عندكم طاقة كتير كبيرة وحلوة كتير وممتازة وأنا بعتبركم من أكثر الأبراج قدرة على مجارات الأمور متابعة الأمور وتسهيل الأمور وحتى تحريك الأمور بقوة الأحد 18 نيسان أبريل الأمر موجود برش السرطان هون يمكن يطلع على بالكم أنتم مواليد برش الحمل ترتاحوا شوي وبيحقلكم كان ركد 8 أيام ركد 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 بيحقلكم يوم الأحد أنكم ترتاحوا وإذا في قرارات بدكنيها في احتمالكم العلاقة فيكم أنتم بحللكم بصحتكم ببيتكم بعيقاراتكم بولادكم بأهلكم بمنزلكم بسفر وحتى بصحتكم الخاصة فالأحد يوم شوي متقلب لكن من نسل لأنه كوكب الزهرة بعده موجود ببرشكن بعد مطلع رح يطلع باقي هو بس 3 أيام مواليد 16-18 نيسان أبريل بعتبرها الأكثر حظا 2-3-4 بدي أتمنى لكم أسبوع كتير حلو فعلا هو أسبوع من أجمل أسابيع بشهر نيسان أبريل استفيدوا منه للمكسيم وقرروا شو بدكن تعملوا حطوا رؤوس الأقلام والعرض والعنوين العريضة وتقدموا وما تخافوا من شيء بدي أتمنى لكم أسبوع كتير حلو على أمل لقاء مع الأبراج اليومي وما تنسوا تسمعوا ببرشكن لشهر نيسان أبريل شكرا لكم باي باي